أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن حدث استضام جرار بالقطار رقم 1087 أقادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو كورقاس والمينيا وأشار بيان الوزارة إلى أنه سيتم إحالة المتاببين عن الحدث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظ الأبراج أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة إلى النيابة العامة وأضاف البيان أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم أنه لم ولن تتسطر على أي متسبب بخطأه سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة